إن الأمثلة على أهمية الاتصالات كثيرة متعددة تظهر أهمية الاتصالات الإدارية كعملية حيوية وأساسية لكل منظمة في الجوانب التالية أولا تفهم الأفراد لطبيعة أعمالهم معروف أن الأفراد لديهم طبيعة مختلفة من الأعمال كل شخص له عمل مناط به فمعرفة الأفراد لطبيعة العمل الذي يقومون به ولواجباتهم حسب مستوياتهم الإدارية المختلفة وما هو مطلوب منهم بالضبط وما هي حقوقهم وواجباتهم وما هي نطاق السلطة والمسؤولية يكون ذلك من خلال الاتصال والتواصل ما بين المستويات الإدارية المختلفة لدار العليا والمستوى التنفيذية وما بين الرئيس والمرؤوس فالشخص لكي يفهم طبيعة عمله لا بد أن يتواصل وأن يكون هناك اتصال حتى يفهم ما هي واجباته ما هي حقوقه ما هي السلطاته ما هي واجباته فإذا فهم الشخص طبيعة عمله من خلال الاتصال هذا شيء جيد ويساعد في تحقيق واستقرار المنظمة والفرد أيضا استقرار المنظمة والفرد ويساعد في تحقيق المنظمة الهداف لأن المنظمة تحقق هدافها من خلال أفرادها هذا أولا ثانيا تنمية العلاقات الإنسانية تنمية العلاقات الإنسانية فالعلاقات الإنسانية تكون مبنية على الاتصال والتواصل وتبادل الأفكار والمفاهيم والعلاقات والمشاعر ففهم الآخرين يكون من خلال الاتصال إيصال المعلومات يكون من خلال اتصال معين وتقوية الروابط تكون من خلال اتصال معين فيسهم الاتصال في خلق وحدة المفهوم والهدف توحيد المفهوم والهدف ويرفع من المعنوية للفريق الواحد في العمل وبالتالي يؤدي لزيادة التفاعل الاجتماعي العلاقات الاجتماعية التواصل المستمر العلاقات الإنسانية مبنية على التواصل مما يترتب عليه نتائج إيجابية على المنظمة وعلى العاملين على الإنسان لذلك فرسولنا الكريم أمرنا بصلة الأرحام ما هي صلة الأرحام؟ التواصل عدم القطيع أن يكون هناك تواصل لتنمية العلاقات الإنسانية التي تساعد الإنسان على العيش بكرامة طبعا ثالثا تحقيق التنسيق في العمل التنسيق، قلنا أن التنسيق هو أحد عناصر العملية الإدارية تحقيق التنسيق في العمل التنسيق هو أحد عناصر العملية الإدارية العملية الإدارية تبدأ بالتخطيط تنظيم، توجيه، تنسيق، اتصال، رقابة فالتنسيق أحد عناصر العملية الإدارية يجب أن يكون هناك تنسيق تنسيق ما بين العمل والعامل تنسيق بين الأعمال المختلفة فالعمل يحتاج إلى تنسيق بين العمال المختلفة والأشخاص النسق ما بين الأشخاص والأعمال الذين يقومون بأداء هذه المهام وعملية الربط ما بين العمل والعامل كما أخذنا في علم الإدارة هو التوجيه أنك تعمل ربط ما بين العمل والعامل ذلك هو التوجيه يكون خلال التنسيق أنك تنسق ما بين الإدارات المختلفة الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية التنسيق ما بين العامل والعمل التنسيق ما بين الأعمال الكبرى والأعمال الصغيرة عند تتزاعتها يكون ذلك من خلال اتصال جيد واضح وهادف ويعمل ذلك على تقليل سوء التفاهم والاختلافات التي تطرأ في محيط العمل وهذا يساعد في تحقيق الأهداف يساعد في تحقيق الأهداف تدعيم المركز التنافسي نحن نعلم أن المنظمات في عصرنا الحالي خاصة تعيش في ثورة من عالم التنافس في ذل تنافس مستمر قوي وذلك بسبب كثرة المنظمات وطبيعة العصر الحالي طبعا هذه المنظمات إذا لم تستطيع من تحقيق مركز تنافسي قوي فهي تنعدم ما بين المنظمات لأن البقاء للأقوى طبعا الاتصال المستمر يساعد ويساهم في خلق بيئة جيدة مرموكة يمكن أن تعيش فيها هذه المنظمة ما بين المنظمات الأخرى طبعا هناك أيضا موضوع آخر للتعرف على أهم المشاكل التعرف على أهم المشاكل التي تواجه العمل طبعا الحياة اليومية والعملية مليئة بالمشاكل الشخص عنده مشاكل المنظمة لديها مشاكل المجتمع عنده مشاكل طبعا هذه المشاكل يجب حلها هذه المشاكل يجب حلها لأنها تؤثر سلبي على المنظمات طبعا عملية حل هذه المشاكل هناك آلية معينة لحل هذه المشاكل تبدأ بتحديد المشكلة تبدأ بتحديد المشكلة أين المشكلة طبعا ذلك يحتاج إلى تواصل كيف أن ذلك يحتاج إلى جمع المعلومات والبيانات البيانات والمعلومات عن المشكلة طيب ثم تحليل هذه المعلومات ثم تحديد البدائل اللي هي الحلول وجهة النظر المختلفة ثم تقييم هذه البدائل ثم اتخاذ القرار في هذه المشاكل إذن بدأت هذه المشاكل بتحديدها تحديدها يكون عن طريق اتصال يكون عن طريق اتصال يهدف إلى جمع المعلومات إذا جمعنا معلومات على المشكلة عرفنا نحلها ما قدرنا نجمع معلومات أصبحت عملية تحل هذه المشاكل صعبة لذلك إن عملية جمع المعلومات يعمل على تدليل العقابات مما يزيد من ارتفاع معنويات العاملين وبالتالي يتحسن مستوى أدائهم طبعا هذا ينعكس على المنظمة إيجابيا بذلك يمكن للمنظمة أن تحقق أهدافها تحقيق الفاعلية لوظائف الإدارة كنا قد تكلمنا عن وظائف الإدارة وظائف الإدارة هي الوظائف التي تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالرقابة أول عنصر هو التخطيط وآخر عنصر هو الرقابة لكن هناك عناصر أخرى ما بين التخطيط والرقابة التنظيم التوجيه التنسيق وبعضهم اعتبر الاتصال هو أحد هذه العناصر فإن عملية الاتصال تحقق الفاعلية في تحقيق هذه الوظائف المختلفة لأهدافها وتأتي أهمية الاتصالات مباشرة في علاقتها المباشرة والقوية بوظائف الإدارة فالتخطيط إذ لم يكن قائما على معلومات وإحصائيات وبيانات صحيحة ودقيقة يتم جمعها من خلال اتصال نظامي فعال فإن الهدف من عملية الاتصال تكون غير مجدية غير مجدية المساهمة في الحد من الشائعات طبعا ما هي الشائعات الشائعات هي المعويقات طبعا سهولة الاتصال بين الأفراد سهولة الاتصال بين الأفراد تساعد في تحقيق المنظمة لا هدافها لكن لو دخلت فيها الشائعات تعمل وتحد من فاعلية عملية الاتصال فالشائعات تعتبر بمثابة معوقات تحد من فاعلية عملية الاتصال لذلك يجب تحجيم هذه الشائعات وعملية الاتصالات وسهولة الاتصالات بين العاملين والمنظمة تساعد على أن يتفهم كل شخص طبيعة عمله وعمل الآخرين وبالتالي لا مجال هناك لهذه الشائعات التي يمكن أن تؤثر سلبي على هذه المنظمات توطيد العلاقات توطيد العلاقات مع المجتمع هو الطرف الثاني طبعا المجتمع هو الطرف الثاني المنظمة هي طرف والمجتمع هو الطرف الثاني هناك علاقات وطيدة ما بين الطرفين هناك مثل يقول لو عاوز تكسب الناس لازم تفهمهم من الناس المنظمة تعامل مع الناس من هم الناس هم المجتمع الطرف الثاني يجب أن تعمل الاتصالات على تدعيم العلاقة بين المنظمة وبين الكوى الاجتماعية بين المجتمع لأن المجتمع يعتمد على المنظمة في حاجاته في رغباته والمنظمة تعتمد على المجتمع في إنتاجها وفي اختيار أفرادها في توظيف أبناء المجتمع لذلك يجب أن تكون العلاقات وطيدة ما بين الطرفين وهذا دور الاتصالات لتدعيم وتوطيد العلاقة ما بين الطرفين